بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم الجزء الخاص بحسابات force on the curved surface وزا ما شفنا في المحاضرة الماضية ان انا بجيب horizontal component وبجيب vertical component وبعد كده بقدر احصل المحصلة بتاعتنا طيب انا vertical component بحسابها ازاي انا عندي فيه actual volume زي ما قلنا وفيه image volume زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بشوف طريق حساباتها زي في الشكل اللي موجود قدامنا هنا انا عايز احسب الفورس اللي موجوده على السطح ده فبقول ان الفورس قلنا بتساوي weight of fluid طب weight of fluid بيساوي بيساوي الجاما في الفوليوم طب الفوليوم بيساوي ايه انا اما اجابص للشكل اللي قدامي ده ما انا اش حافظه قانون عشان احسب الفوليوم بتاعه فبجي اقول V effective عبارة عن ايه بالنسبة للشكل اللي بقى اسموا ايه زي ما احنا شايفين مستطيل وربع دائرة لو كان ده جزء من السطوعنا مثلا على سبيل بمثال يبقى ايه واحد زي ايه اثنين في العمق بتاعنا او الوز اللي هو عرض البوابة عندنا سليم طيب لو انا عندي المنظر اللي قدامي التاني ده هتبقى الاريا برضو عمله يبقى انا عندي الاريا هنا زي ما نشوف لو عندي ال effective volume هناك باخد الاريا ناقص الاريا يبقى انا بحسب ال effective volume اللي موجود قدامي حسب الشكل الهندسي اللي موجود قدامي بعد ما حددت ال volume بقدر احدد ال wait ال wait بتاعنا يبقى ال FV بتساوي ال wait اللي هي ال gama في ال volume اللي رجي في ال volume بتاعنا يبقى انا حسبت عندي ال FH حسبتها في المحاضرة الماضية قلت ال FH في محاضرة ماضية بتساوي gama في H في R في ايه واصبع عندي ال FV بتساوي ال wait اللي هي ال ro في G في ال V effective طيب الـ resultant force للكلام ده احنا بنسميها الـ fR يبقى الـ fR عندنا بتساوي الجزر التلبيعي زي ما كتوب قدامنا لـ fH square زائد fV square وزاوية ميلها phi بتساوي fV على fH يبقى أنا وعندي force جبت المحصلة بتاعتها الـ fH والـ fV جبت المحصلة بتاعتهم الـ fR وزاوية ميلها يبقى احنا شفنا في هذا الجزء حسابات الـ hydrostatic force على الأسطح المختلفة سواء اذا كان السطح أفقي السطح ميل السطح الرأسي وشفنا الفرصة على السطح المنحنة وبالتالي انت بتبدأ تتعامل مع التطبيقات ونقدر نحل المسائل سواء هذه المسائل على بوابات على سدود على شكل منحنة بمشي الخطوات اللي احنا قلناها وبطبع الألاقات اللي احنا أخدناها وان شاء الله في المحاضرة القادمة هنبتدي ناخد تطبيقات على هذا الكلام العددية عشان توضح لنا الفكرة أكتر ان شاء الله